السلام كنتمينا الفيديو اليوم تلقاكم الاخير سنقوم ببراونيز بثلاثة لاغو لغو لولاني بثلاثة لوتوس كما سنقوم بثلاثة لوريو وفي الاخير سنقوم بثلاثة كارامل برسالي و كيف سنجدوه؟ نأخذ الزبدة و نضبوها في بام ماري حمام ماريا أو نضبوها في الميكرو أند نأخذ شوكولاتة سوداء سنضبوها إما في الميكرو أند و نضبوها في حمام ماريا الميكرو أند هي ثلاثة ثانية حتى نضب شوكولاتة كاملة من اللي نخلطوهم مع بعضياتهم نضيفو ثكار ساندة و نخلطو حتى لا تبقى ساندة كتبان نخلطوه هنا نأخذي سردية و نضيفو و نضيفو الملح نضيفو كاكاو و من بعد نضيفو قهوة سريعة نخلطوه المكونات مع بعضياتهم حتى يغبروه النواشي في السوائل من بعد نضيفو البيض حبا بحبا و نخلطوه حتى يجانس الخليط كامل و في الأخير نأخذ فيه و نضيفو نأخذ الزبدة للوتوس و نضيفها من فوق الخليط البرونيز و نحاول نأخذ العود و نخلطها شوائيا حتى يدخل شوائيا مع الخليط البرونيز و نزلقها من فوق بالبسكويت للوتوس نأخذ الزبدة للباك الثاني و نضيفها من فوق الخليطة البرونيز و نضيفها من كرامل برسالي صنع منزلي صوبناه فراسات سابقة وحنا من استريقة ديال البر البر ديال الوتوس كان اخد عودة شو وكنبقى كان نخلطع شوائيا هنا اضفت شوكولا كيت كات زيتو باش يزيد المدى وغادي نحطوه على جانب باش غادي ناخد لباك التالت وغادي نخوي فيه لغاست ديال المكوينة ديال بيسكويت براونيز وكان نستفق منو لبيسكويت اوريو حتى هو بنفس الطريقة وكيما قلنا ديجال فوق راشاعل على درجة الحرارة المياه وخمسين غادي ندخلوه ميتيبو لمدة ديال 18 دقيقة وفي الاخير كان حصلو على هاد الريزولتات ديال براونيز بثلاثة ديال ليجو وهادي كانت الوصفة ديال اليوم كانت منها تكوني عشباتكم متبخلوش لدينا بالضغط على الزر جام ابوناي وبختاجي الى بروشان